ولكن هو من بلده ومن اللي في البحرين عنده قاعد يحقق وياه مصالح تعال اجيبك البحرين وخلال سنة تنتقل الى عمل اخر مو موظف صاحب شركة طيب شفنا كثير من الشركات والمؤسسات اللي اليوم في البحرين كانت معتمدة على العمال اللي دربتها ومكنتها في السوق وخلتها تشتغل بجد حتى في مجالات وزارات الدولة وين راحت هاي الشركات تقريبا اربعين لخمسة واربعين في المية منها انكسرت وانتهت من السوق بسبب شنو بسبب ان المدير او المدير العام او الرئيس التنفيذي اللي كان هيئ صاحب العمل وخلاه مدير او رئيس فتح لشركة بالمقابل ودمر شركة او دمر الشركة الاساسية اللي كان يعمل فيها اغلب الاجانب اللي موجودين اليوم في البحرين ما احترامنا للاجانب مثل ما يذكر الاخ سيد فلاح اليهم الحق في مرتباتهم في مستحقاتهم في مكافآتهم لكن لا تجنت اليوم كصاحب عمل تهان امام العام المالك على ابسط الامور واكثر النصب والاحتيال اللي صار في البحرين لو شفناه من الجاليات الاجنبية ما بحدد اي جاليات ولو رحنا لتعداد الحكومة رح نشوف الحكومة عندها تعداد بالقضايا اللي صارت مو من قبل عامل ما يحمل شهادة من قبل عامل كان عامل الى مدير الى رئيس هو اللي شكل عملية النصب والاحتيال ولاد بالفرار من اللي يحمل المؤسسة اللي انشأت هذا الموظف وهيئته الى مدير ترجع المؤسسة ما بين اروقة المحاكم تعاني الويلات بسبب هذا الشخص اللي سرق معلوماتها واعمالها واعمالها اللي حققتها من مدى سنين طويلة الى اليوم يجي هذا العامل الاجنبي في داتاباس ياخذها ويشتغل بها ترجمة نانسي قنقر